اشتركوا في القناة ولكن هو بالحقيقة ضال بيحاول انه يربي اولاده على الصلاح لكن هو ضال فكيف يبدو يربيه على الصلاح يعني الشخصية موجودة في المجتمع دائما الشخصيات بيشوفها كبيرة وتدعي انه هي صالحة ولكن اعمالها اعمال فاسدة بصورة عامة هي شرح لبعض الشخصيات اللي ممكن تكون في مجتمعنا واللي تعطينا درس انه كيف نتقي منها وانه كيف الانسان اذا بديمشي في الطريق المستقيم الطريق يكون واضح ما بيكون مزور هذا بيحاول دائما يزور الطرق ويزور تصرفاته انه هي تصرفات صالحة مهم شخصية تكشف كتير من تزوير بعض الشخصيات الكبيرة بالنسبة لهذا العمل هو عمل اجتماعي بعيد يمكن عن واقع الازمة السورية او الحرب لاي درجة بتشوف انه ممكن حتى هيدا الاعمال تساهم بتسويق اعمال درامية سورية خاصة بالفترة الاخيرة يمكن في معاناة حول تسويق او عرض الاعمال الدرامة السورية الدرامة السورية كانت وستبقى هي الاعمال الدرامية الاولى في الوطن العربي والسبب واضح في ذلك بانه دائما درامة سورية تتناول المجتمع من حقيقته وليس مزورا دائما شخصيات والمواضيع اللي بترقها الدرامة السورية هي من اساس المجتمع وهذا هو سبب نجاحها الحقيقة دائما تظهر لعين المشاهد والتزوير دائما بيظهر والحقيقة دائما موجودة في الدرامة السورية وهذا السبب انه الناس بيحبوا شوفوها لانه بشوفوا فيها الحقيقة كل معظم الاعمال عم تنعرض او تنعمل لتنعرض برمضان حضرتك كفنان قدير وتاريخ طويل كيف تنظر هل هذا الشيء بسيء للدرامة للممثل السوري للعمل او الانتاج ام هو شيء ايجابي لانه موسم عرض الاعمال الدرامية مجتمعة تعرض في رمضان هذا شيء سيء وسيء جدا لانه الاعمال الدرامية يجب ان تزاع في كل اشهر السنة لانه المشاهد بيكون قاعد في بيته مو برمضان بيتفرغ لوقيه قدام بالتلفزيون فهذا خطأ انا بعتقد هذا من محطات التلفزيون امكان سببه بشان جلب الدعاية او شيء لكن انا بعتقد منه خطأ يجب ان تزاع بسلسلات التلفزيون في كل اشهر السنة لانه المشاهدين موجودين مو بس برمضان بكل ايام موجودين موسيقى 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 شكرا